السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده فأهلا ومرحبا بكم إخوان الأفاضل وأخوات الفضليات ومع حلقة جديدة متجددة من هذا البرنامج الذي أسميناه كيفا ولقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى مع عنوان جديد تحت عنواننا الكبير كيفا كيف تعتمر كيف تعتمر قد يقول قائل لماذا نبدأ بالكلام عن صفة العمرة وكيفية العمرة قبل الكلام عن الحج أقول هذا لأجل ارتباط العمرة برمضان فإن للعمرة مع رمضان شأن وشاء كيف لا وقد خرج البخاري في الصحيح من حديث جابر ومن حديث ابن عباس ومن حديث أم سنان الأنصارية أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها إن حجة إن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي إن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي بل في لفظ عند البخاري إن عمرة إن عمرة في رمضان حجة إن عمرة في رمضان حجة قال الإمام بن عبد قال الإمام بن العربي رحمه الله تعالى هذا فضل من الله تعالى ورحمه فإن العمرة بلغت منزلة الحج إذا انضم إليها رمضان إن العمرة بلغت منزلة الحج لما انضم إليها رمضان على أن العمرة فاضلة في كل زمان لكن يزيد الفضل في رمضان كيف؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما بين الحج والعمرة من الذنوب والآثام الصغائر أو الصغائر والكبائر خلاف بين العلماء وفضل الله واسع فقد يشمل هذا الصغائر والكبائر كما خرج البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه وهذا يشمل العمرة كما يشمل الحج لأنه قال من حج أي من قصد هذا البيت فيشمل هذا المعتمر كما يشمل الحاج على أن العمرة حج أصغر كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن حزم وفيه وإن العمرة الحج الأصغر فالله تعالى يقول في كتابه وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر فبين أن الحج منه ما هو أكبر وهو الذي فيه الوقوف بعرفات ومنه ما هو حج أصغر وهو العمرة ولأجل هذا ذهب الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهم إلى القول بوجوب العمرة على المستطيع كالحج سواء بسواء لأنها من جملة الحج الذي أوجبه الله على عباده لكنه حج أصغر وأيما يكون كيف نعتمر أقول أعمال العمرة أعمال سهلة ميسورة لكن يحتاج المسلم قبل أن يتلبس بها أن يتعرف على أحكامها وإلا فالجهل بهذه الأحكام قد يدخل المرأة في عنة لا يعلم به إلا الله أعمال العمرة أربعة أعمال محصورة هي الإحرام والطواف والسعي والحلقة والتقصير وهي بهذا الترتيب أولها الإحرام وهو الدخول في النسك وهذا إنما يكون بالنية وعلى هذا فالإحرام هو نية الدخول في النسك والأصل أن لا يحرم الإنسان بالعمرة إلا في الميقات المكاني الذي عين النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسن للمرأة أن يحرم خارج المواقيت ولا يجوز له أن يجاوز الميقات بلا إحرام وقد عين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة مواقيت عين لأهل مصر والشام الجحفة وعين لأهل نجد قرن المنازل وعين لأهل المدينة الجحفة ذا الحليفة التي يقلها الآن أبيار علي وعين لأهل اليمن السعدية الموجودة الآن وهي يلملم وعين لأهل العراق ذات عرق في قول لأهل العلم أن المعينة لذات عرق إنما هو النبي عليه الصلاة والسلام لكن الحاصل لأجل الإجمال هذه مواقيت خمسة عينها النبي صلى الله عليه وسلم فمن مر بميقات من هذا الميقات أحرم من هذا الميقات لا يحرم قبله ولا يجوز أن يحرم بعده ولو جاوز الميقات بلا إحرام قلنا له ارجع إلى الميقات فأحرم منه وإن أحرم بعد الميقات من الحل صح إحرامه لكن يلزمه عندئذ أن يذبح شاة لفقراء الحرم فإن عجزت خام عشرة أيام عوضا عن هذه الشاة يحرم من الميقات والإحرام له سنن من سننه أن يتجرد المرء من المخيط عن الرجل عند الميقات ثم يغتسل رجلا كان أو امرأة بل حتى لو كانت المرأة حائضا وتحرمه فإنه يسن لها أن تغتسل كما اغتسلت عائشة وكما أمرت أسماء بنت عميس أن تغتسل أيضا رغم أنها كانت مفساء ثم يتطيب المرء في بدنه ويتنظف يضع الطيبة في المغابن وهذا مباح قبل الإحرام حرام في الإحرام لكن قبل الإحرام يتطيب في المغابن ويتنظف بأخذ خصال الفطرة قص الأظفار وقص الشارب ونتفي الإبط ونحو هذا لأجل أن لا يحتاج إلى شيء من هذا بعد إحرامه ثم يلبس الرجل بعد هذا إزارا ورداء أبيضين نظيفين هذا السنة وأما المرأة فإنها تحرم فيما شاءت من الثياب غير أنه لا يسن بل لا يشرع لها أن تحرم في ثياب ضيقة تحجم عورتها أو في ثياب شفافة تشف عما تحتها أو في ثياب مزخرفة تجر أنظار الناس إليها فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وإذا أحرم المرء على هذا الوصف الذي ذكرنا يسن له عندئذ أن يصلي قبل أن يدخل في النسك فإن وافق فرضا فالحمد الله وإلا فيشرع له أن يصلي ركعتين سنة الوضوء ثم يحرم عقيب صلاته ويهل عندئذ ويقول لبيك عمره هذا إذا كان يعتمر عن نفسه أما إن كان يعتمر عن غيره وقد سبق له أن يعتمر عن نفسه فيسمي من يعتمر عنه فيقول لبيك عن فلان ويشرع له من هذا الوقت أن يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والسنة أن يرفع صوته بالتلبية أعنى الرجل وأما المرأة فإنها تلبي سرا بحيث لا يسمع صوتها رجل أجنبي وأما الرجل فيرفع صوته وكان الصحابة يلبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنقطع أصواتهم وجاء في الخبر أنه ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا بالإحرام يحرم على المرء أشياء بمجرد ما ينوي الدخول في النسك يحرم عليه أشياء يحرم على الرجل لبس المخيط والمخيط ليس معناه ما فيه الخيوط لكن معناه ما فصل على قدر البدم كالقميص الجلبية أو البنطال أو الجورب الذي يسطر الكعبين يحرم عليه أن يلبس المخيط ويحرم على المرأة أن تلبس النقاب فالأصل أن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه فالمرأة تكشف عن وجهها في الإحرام لكن إن مرت بالرجال أو خافت نظر رجالي إليها جاز لها أن تغطي رأسها بشيء من أعلى رأسها من غير أن يكون مفصلا على قدر العينين كما أنها لا تلبس القفة زين لكن إن خالطت الرجال أو خافت نظر الرجال إليها أدخلت يدها تحت كمها أو تحت خمارها وسترت يدها من غير وجود رجل تكشف وجها وتكشف كفة ويكشف الرجل كذلك عن رأسه فليس له أن يغطي الرأس لا بعمامة ولا بطقية ولا بنحوهما يحرم على الرجل والمرأة استعماب الطيب لكن الكلام عن الطيب يحتاج إلى تفصيل وأرى أن الوقت قد انتهى فأقف عند الطيب محذورات الإحرام ليتمم الكلام إن شاء الله تعالى عن محذورات الإحرام وعن بقية صفة العمر في اللقاء القادم إن شاء الله فإلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه والله أعلم وصلى الله وسلم ومبارك على عبد الله ورسوله محمد والحمد لله رب العالمين